اشتركوا في القناة وعقد الاجتماع بحضور سعادة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية ورؤساء وممثل الاتحادات والمنظمات والهيئات الإعلامية المنضوية تحت منظومة مجلس وزراء الإعلام العرب وألقى وكيل وزارة الإعلام كلمة خلال الاجتماع وكد فيها أن مملكة البحرين بتوجيهات من جلالة الملك المعظم وبدعم من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تسعى دائما نحو دعم كل ما من شأنه تعزيز العمل العربي المشترك بكافة مجالاته ونقل وكيل وزارة الإعلام للحضور تحيات سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيم وزير الإعلام وتمنياته لاجتماع اللجنة الدائمة للإعلام كل التوفيق والنجاح في صياغة وتبني الاستراتيجيات والبرامج والمبادرات ومسارات العمل المشتركة للمرحلة المقبلة وأعرب وكيل وزارة الإعلام عن جزيل الشكر للأمانة العامة للجامعة العربية على دورها في عقد الاجتماع ولإدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب على جهدها في متابعة القرارات التي تصدرها اللجنة وأكد البنخليل أن المملكة تحرص على تقديم التسهيلات وتوفير الإمكانات التي تسهم في إنجاح كل الملتقيات والاجتماعات العربية لأهميتها في استمرار والتعاون العربي وترجمة لتوصيات وقرارات قادة الدول العربية الصادرة عن قمة البحرين وتضمن جدول أعمال الاجتماع جملة من المواضيع المهمة التي تصب في تعزيز العمل الإعلامي العربي المشترك وتطوير أوجه التعاون بين الدول العربية إعلاميا حيث تم اعتماد جملة من التوصيات تمهيدا لعرضها أمام اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب ترجمة نانسي قنقر